بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه سؤال يكثر أروده إلينا ويحير العقل ويكسر سؤال الناس عنه وهو ما الذي يحصل للإنسان بعدما تنتهي حياته بعدما يدفن في قبره ما الذي يحدث له وقد ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عمن قتلوا في غزوة أحد وقف صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبهم يا عمر بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فتعجب الصحابة الكرام وقالوا يا رسول الله كيف تخاطبهم وكيف تكلمهم بعدما رمت أجسادهم وبليوا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنتم بأسمع لي منهم هم أكثر سماعا منكم ولكنهم لا يجيبون دل هذا الحديث على أن الإنسان بعدما يوضع في قبره له نوع من السماع يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دفن الإنسان فإنه يستأنس بدعاء أهله ويسمع قرعن عالهم فله نوع من السماع بعدما يوضع في قبره وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما استحسنه الإمام بن حجر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا دفنتم أخا لكم فقوموا على قبره وقولوا يا فلان ابن فلان تذكر أنك كنت فينا قد رضيت بالله ربا ورضيت بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وأنه حينما يخاطبه أخوه بذلك يقول ذكرني يا عبد الله رحمك الله وأنه يعتدل للسماع وليس اعتدالا كاعتدال أهل الحياة لكنه نوع من الانتباه فكل ذلك يدل على أن الإنسان بعدما يوضع في قبره يسمع من يلقنه الشهادة ومن يلقنه إجابة الملكين في سؤالهم له ويسمع دعاء الداعين له بل ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول ما من عبد يمر على أخ له في الدنيا كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد عليه السلام إذن فهناك نوع من الشعور وهناك نوع من الاستجابة لمن انتقل من هذه الحياة لكن هذه الاستجابة ربما تختلف عن استجابة الأحياء واعتقادنا نحن معاشر المسلمين في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن انتقال الإنسان من هذه الحياة إنما هو خروج للروح من الجسد وصعود للروح إلى السماء ثم نزول آخر للروح في الجسد على كيفية غير الكيفية التي كانت عليها فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات الإنسان وكان من أهل الجنة صعدت روحه إلى السماء فبشرت بروح وريحان ثم قيل للروح اسكني جسد صاحبك إلى يوم القيامة فيكون هناك علاقة بين الروح والجسد كعلاقة الشمس بالشعاع الذي يظهر على الأرض ويكون هناك علاقة أيضا مع روح غير الطائع بأنه ربما رأى نوعا من العقاب مما يدل على غضب الله عليه ثم تسكن روحه في جسده فيكون هناك علاقة بين الروح والجسد ومن هنا صح أنه حينما يسلم عليه فإنه يرد السلام بل إن هناك آثار وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استحباب زيارة آبائنا وأمهاتنا من أهل القبور في ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت لما يكون من عظم استعدادهم ومن قوة وصفاء الروح في هذا الوقت فتكون الزيارة في هذا الوقت أكثر استحبابا من غيرها ويكون أهل القبور أكثر استعدادا للاستجابة لزائريهم في هذا الوقت ومن هنا فإن علاقتنا بأهلينا من من انتقلوا إلى الله لا تنقطع بل تستحب زيارتهم ويستحب الدعاء لهم بل إنه ورد أنهم يفرحون بهذه الزيارة وأنهم يهني بعضهم بعضا بذلك ولذلك تستحب زيارة من انتقل إلى العالم الأخروي والدعاء له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم عن الله وحسن إدراك أحكام الله وأن يوفقنا لما يرضيه عنا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته